خليني بس في موضوع أنا الحقيقة كنت محتاجة أعلق عليه بس النادي الأهلي أو لاعب نادي الأهلي السابق محمد عبد المنعم لاعب الكراءة الطائرة محمد عبد المنعم جه النادي الأهلي من أربع سنوات من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر مضى مع نادي الأهلي أربع سنوات خلال هذه أو يعني الأربع سنوات دي خد 11 بطولة مع النادي الأهلي الحقيقة عبد المنعم في السنة الثانية محمد أو يمكن آخر السنة الثانية يتعرض لإصابة روباط صليبي في الطولة أفريقيا كلنا تبعناها وكانت متزاعة على قناة النادي الأهلي الحقيقة النادي الأهلي أيضا ما تخلاش عنه سافر راح ألمانيا عمل العملية حيث دائما كنا نسمع زمان أن لعبة الكرة بس اللي بسافر تعمل عملية روباط الصليبي خارج مصر في ألمانيا وغير كده وكان الألعاب الأخرى بيعملوا العملية داخل مصر يمكن عشان الكرة القدم لعبة عنيفة على رجلين أكتر الحقيقة عم منع من النادي الأهلي صفروا طبعا ألمانيا يتعالج ومش بس كده وعمل تأهيله لعلاج الطبيعي في ألمانيا وقعد فترة طويلة جدا يتعد يمكن لأربع سنوات قعد فترة فيه مصاب النادي الأهلي الحقيقة مأثرش في حقه تماما وده معروف عن النادي الأهلي أنا نفسي حصل معايا كده أول ما وقعت مع النادي الأهلي الحقيقة كل ده طبيعي وكل ده عادي فبالعادي مش إيه أنا أقول لكم العادي مش إيه العادي إن محمد نزل على صفحته الحقيقة بوسط خلينا أرهان حضراتكم لأننا إحنا محتاجين نعلق عليه أهل السلام عليكم تحية طيبة وبعد إلى إدارة نادي الزمالك وجماهير العريقة أنا بعتذر عن الفترة اللي قضيتها خارج نادي الزمالك لسبب ظروف معينة وكنت على خطأ أني لم أتكلم عن الظروف وكان زماني مكمل في بيتي وفريق الذي تربيت وأخلصت فيه من صغري وعمري ما شجعت غير نادي الزمالك وعمري ما لعبت قدام نادي الزمالك وزملائي بحماس وكل مصر على علم أني زمالكاوي وأنا طلبت بفسخ تعاقدي لرجوع لبيتي نادي الزمالك وجمهوره وبفضل نادي الزمالك علي لم أكن محمد أبنهم كابتل نادي الزمالك ومنتخب مصر وأتمنى من إدارة نادي الزمالك وجماهيره العريقة قبول اعتذارك طبعا هو من حقه يقول أي شيء يعني طبعا كل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره وإحنا يعني طبعا ده أمر مفروغ منه ما فيش فيه كلامي ولكن حقيقة الكلام اللي قاله محمد الكلام يعني يا محمد يعني يعني مش حلو في حقك يعني الحقيقة الكلام فيه بعض الأمور مش حلو إنها تتقال يعني لما تقول إن أنا عمري ما لعبته قدام نادي الزمالك يعني بحماس أو عمري ما لعبته قدام زملائي بحماس طب إزاي وإنت كنت ماضي مع نادي الأهلي ولعبته مباريات ضد نادي الزمالك يعني هل إنت كنت لابس شيرتي نادي الأهلي وإنت ما بتلعبش بحماس طيب ده إنت شايفه إيه أو يعني ده وضع إيه هل أنا ينفع أكون ماضي مع نادي وأنا مع النادي ده ما بتدولوش بكل قوتي وكل جوارحي تكون مع هذا النادي الأمر الحقيقة غريب شوي طيب الحاجة التانية بتعتذر عن الفترة اللي قدتها في النادي الاهلي اللي خدت فيها 11 بطولة بينهم أفريقية وعربية ودوري وكأس الحقيقة تاريخ بأربع سنين يمكن فيه لعبة كتير جدا لعبوا وبطلوا ما حصلوش على الكم الكبير من اللعب انت منحقق تقول أي شيء منحقق تخاطب جمهورك وإدارة النادي بتاعك بأي وسيلة انت عايزه ولكن النادي الاهلي الحقيقة ما ينفعش يجي الكلام عنه بهذا الطريقة أو بهذا الاسلوب انت تقول أنا ما كنتش بلعب مع نادي الاهلي أو ند نادي زمالك بكل حماس طب يعني طب ازاي يعني انتوا سموا انتوا الكلام ده يبقى ايه انا مش هعلق يعني على الكلام ده يبقى شكله ايه ولكن ده كلام مش حلو يعني انت أنا عرف اللي عرفه انا راجل ماضي عقد مع نادي انا بلعب بكل جوارحي وبكل طاقتي مع هذا النادي عشان يكسب لان الحقيقة انا باخد اموال مقابل ذلك فلازم اخلص النية عشان ربنا سبحانه تعالى يباركلي في اموالي طب ده رقم واحد رقم اتنين انت جددت مع النادي الاهلي سنتين جددت مع النادي الاهلي سنتين قبل ما النادي الاهلي يعني يتم فسخ التعاقد لأسباب فنية والنادي الاهلي شاف وارتقى انه هو أسباب فنية والنادي اهلي صرح بكده او اعلن بكده انه أسباب فنية تم الاستخناء عنك يعني الطبيعي او الصح ان انت حتى تقول كلمتين كويسين في حق النادي اللي اكرمك والنادي اللي وقيف جنبك حتى في اصابتك وفي ضعفك وعالجك احسن علاج وقيف جنبك انا ما بقولش الكلام ده انه هو لا ده النادي الاهلي وهيبدل يعمل كده النادي الاهلي ومش عايز اقول لكم ان حتى مكافئة الدوري ومكافئة البطولات اللي اخذها مع النادي الاهلي اكيد هتروح له واكيد هيكون من حقك ولكن انا ببقى حزين الحقيقة لما بلاقي تصريحي زي ده او حاجة احنا كنا ممكن ما نتكلمش عنه وكنا ممكن نقول انه يعني نقرأه ولكن احنا نبض الجمهور النادي الاهلي واحنا دايما بنناقش القضايا وبنواجه محناش بنستخبه برنامج الابطال بيقول هذا الكلام عشان مكناش يعني نتمنى ان يحصل كده او نتمنى ان يبقى فيه لعب كان بيلعب في صوف النادي الاهلي الحقيقة وما كانش وهو اللي قال ما كانش مخلص هو اللي قال كده بالرغم ان هو بيلعب ما كانش حد حاس حاجة وكان بيلعب بقوته وكان بيجيب يعني مباريات بيتقلق فيها يعني كلام يعني لو عايز يعني يعني تخاطب مشاعر جماهير طبعا النادي اللي انت بتلعب فيه ده حقك ولكن ابعد عن النادي الاهلي وما لوش لازم عن النادي الاهلي ييجي في اي جملة سواء فترة قضيتها او غير كده الحقيقة كان لازم نتكلم عن ده بسرعة والنادي الاهلي عمره ما بيأثر مع اي حده حتى اللي بيغادر من النادي الاهلي عمرنا ابدا ما بنغلط فيه بالعكس ده احنا نتمنى التوفيق لأي حد شاف مصلحته في مكان تاني ولكن احنا بس بناخد دروسه وبنتعلم من المواقف دي وبنتعلم من المواقف